أحد أشكال الرزق هي ليست فقط المال بل محبة الناس وثقتهم فشكراً لكم عم تتوجهولي بهذا الكم الرائع لحجز جلسات لتحرير المخاوف هذه ثقة باعتز فيها الآن يوم أمس خبرت بشكل رسمي الفريق أنه لا يمكن حجز جلسات حتى مستعجلة فيه ناس مشكورين اقترحوا علينا نعمل جلسات مستعجلة للناس اللي عندهم زمات عميقة جداً محتاجة تدخل فوري ولكن اللي صار أنه فيه ناس ممكن تستنى للجلسة المستعجلة أسبوعين أو ثلاث فصار فيه قرار أنه يجب أنه نوقف الآن ليش احتراماً لكم الموضوع ليس دفع فيه بعض الناس مشكورين لثقتهم العالية طلبوا أنه يدفعوا الآن وممكن يستنوا ولكن أنا بعرف النفس كيف بتشتغل الصبر أحياناً صعب وخصوصاً لإنسان محتاج الجلسة هو ليش يتوجه ليه لأنه بثق فيه مشكور وكمان هو محتاج يفك هذا التعطيل ويتحرر وينطلق للحياة فعشان هيك وقفنا الآن اعذروني عن الجلسات الشخصية الفردية السبب عشانكم وأحكي لكم على شيء من عشقي في هاي الجلسات وأنا مروحي بتتمدد لما بوصلني رسالة بعد أسبوع أو أسبوعين أو يوم حتى أو شهر شهرين من الناس حياتهم عم تتغير بفضل الله بشكل جذري بكون أسعد الناس وإنه ربنا سخرني في هاي الطريق وأكون مفيد لكم فشو عملت؟ لغيت عقد من عقود عملي مع شركة حتى بالفعل أتفرغ فإذا الموضوع مادي العقد 3 و 4 أضعاف في بعض الحالات عن الجلسات الفردية ولكن هو روح وخدمة موجودة في شخصيتي فأنا بشكركم إنكم عم تتوجهولي بشكركم على صبركم الكبير ولكن الجلسات الآن متوقفة لحينما أتفرغ أخلص الجلسات اللي الريدي موجودة متى حقيقة يعني إحنا مماشيين بفضل الله قدر المستطاع ننجز بالجلسات الآن الجلسات يا جماعة أنا شخصيا قبل كل جلسة عندي تماريني لتنظيف طاقتي وهالتي وما بعدها عندي كمان تماريني وما قبلها في خلال الصباح والمساء بعمل تمارين منها نوع من الصيام منها نوع تنظيف هالات طاقة وكلها عميقة فبتأخذ وقت وجهد وبخصوص الجلسات نفسها هي جلسات مش سهلة يعني محتاجة مني تركيز عالي وحواس عالي وأنا بكون متعوذ وكون جاهز ومحصن حالي لأنه ما بعرف شو الهيئات اللي راح نشوفها ما بعرف الإنسان اللي راح نشتغل معه كلها أرواح جميلة ولكن بكون فيه تعطيلات أحيانا عميقة جدا والجلسة المفروض ساعة ونص إحنا لا أذكر جلسة كانت فقط ساعة ونص ممكن ساعة وخمسة واربعين دقيقة فيه ساعتين وبعض الحالات ممكن القليلة تمتد لساعتين ونص إذا بكونش بعدها عندي جلسة أخرى لذلك إحنا محتاجين صبركم بدي تعرفوا قديش بدها جهد ومني طاقات عالية وتركيز لأنه هاي مسئولية وهاي طاقات وهذه أرواح فإحنا لما نفوت بنكون لازم نستخدم حواس غير الحواس الخمسة فبتحتاج لطاقات عالية فبشكركم جدا وصبركم الكريم ما حدا يزعل مني أوكي أنا بحبكم وبحترمكم وبقدر كل رسالة ولكن بدكم تعرفوا أنه كمان عندنا أولويات في عندنا حجوزات من أشهر الآن حان موعدها فاعذروني وشكرا لكم على ثقتكم وبإذن الله كل شيء الوقت حتى الانتظار له حكم للإنسان وإلى آخره بكون فرصة كمان اشتغلت بعض الشغلات ما بيجي دوري إلا بتكون العملية سهلة ويسيرة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر